ما هي صفات و معالم الجمال و كيف نتعرف عليه الصفاته أن يكون جمالاً حقيقياً في فهم الدين و في تطبيقه البعض يظهر عليه الوصف العام للتدين و لكن هذا التدين قد لا يمثل التدين المطلوب تعرف طبعاً ذلك من خلال سلوكه الظاهر و أحاديثه أو بالسؤال و لاستطلاع عنه مع الأسف قد يفهم البعض التدين على أنه شكل من أشكال التحفظ أو الرفض أو الانكفاء على النفس و خذ من كثرة الانتقاد و كثرة المواعظ في سياقها غير المناسب تجد غالب هذا النقد و المواعظ في دائرة الرأي و الرأي الآخر البعض أمام مجتمعه في عزلة دينية و فكرية غالب وقته في مساجلات في قضايا ليست من كليات الشريعة و لا أصولها و لا إجماع علماء المسلمين عليها أيضاً و إذا كان ما يطرح هو في مساء الفرعية اجتهادية فهي محل رأي و رأي آخر في رحاب ساعة الشريعة الإسلامية المهم نعود لنقول مثل تلك المساجلات السلبية تفتقد ذائقة الفهم و التعامل الصحيح في الإسلام و الذي يعد من محاسن شريعتنا الغرة هذه هي جماليات الشريعة التي تسألون عنها